صبحكم الله بالخير للصباحات دائماً نكهة خاصة بمتابعتكم حيث نطلع عليكم في هذا التوقيت يومياً عشان نطلعكم على كل ما هو يدين نصلط الضوء على أبرز الإنجازات بالكويت واليوم رح يكون عندنا لقاء حول كيفية تحويل مشروعك إلى فرانشايز وأيضاً رح نصلط الضوء على موضوع التوحد وبعض المعتقدات الخاطئة في هذا الموضوع وراح نناقش أيضاً دور الإخصائي الاجتماعي وغيرها الكثير من المواضيع لكن يعني أكيد إحنا بدأنا تكلمنا عن موضوع مهم وحساس وفيه كثير من المعتقدات الخاطئة في هذا الموضوع فيعني إحنا رح نرحب بضيفتنا أكيد ياسمين القلافة اللي موجودة معانا وهي ناشطة في مجال التوحد صبح عليك بالخير ساذة ياسمين وحياتش الله معانا الله يحياتش الله بالنور ساذة ياسمين قبل أن نبلش في هذا الموضوع من الصبح رح يكون في تقرير رح يشوف عنويات في المشاهدين في البداية تمام ساذة ياسمين كونج أنت ناشطة في مجال التوحد ومؤسسة أيضا لملتقى الشهر الأصدقاء ياسي وكونج والدة أحد الأطفال المصابين أيضا بالتوحد لود قيسين مدى تقبل الناس الحين لهذا ما بيأسمي مرض لأنه ما يعتبر مرض بالضبط مدى مقياس وتقبل الناس الآن للتوحد أول شيء أثني على كلامك فعلا أن التوحد ليس مرض هو الطراب وهي حالة لازم الطفل من بداية حياته لآخر عمره بالنسبة حق التقبل احنا عندنا التوعية بالاضطراب التوحد موجودة يعني وايد ناس لما تسألينهم إذا تعرف شيء عن التوحد عندهم فكرة عنها لكن ما زال التقبل غير موجود أو خلينا نقول التوعية بشكل عام ناقصة لأن من مظاهر التقبل دمج هذين الأطفال في المدارس في الأنشطة الاجتماعية دمجهم عموما بالحياة ويانا للحين ما زال ناقص فنحتاج وايد حتى نوصل حق التقبل بشكل عام وهل هذا هو سبب لخلات تتوين نادي ياسي الشهري أم توجهها مختلف تماما هذا نادي والله ملتقى أصدقائي ياسي هو ملتقى شهري تطوعي يخدم أولياء الأمور بالدرجة الأولى فأولياء الأمور أنا شفت أنه وايد يحتاجون توعية شلون يتعاملون مع عيالهم نظرا لأن المعلومات وايد شحيحة والفاسيليتي المتوفرة حق أولياء الأمور هم وايد قليلة فأسسنا هذا الملتقى بشكل شهري النادي فيه أخصائيين يقدمون في محاضرات تخدم أولياء الأمور بعدة مجالات هل هم تحاولون أنت كل فترة ترون أولياء الأمور التي يدرون أنه عندهم طفل مصاب بالطراب التوحد أم أنه خلاص هذه مجموعتكم لا طبعا المجموعة فيه تزايد مستمر وكوني أنا ناشطة في المجال فهي وايد أولياء أمور يتواصلون معي بشكل يومي خنقول خصوصا في المراحل الأولى لما يبوني شخصون عيالهم وين يودونهم شنو لازم الأجراءات اللي لازم يسوونها هالأمور هذي كلها وأيضا فيه فيلم صحيح سادة ياسمين سيكون وأعتقد أنه اسمه طيف التوحد اسمه أكسبت أوتزم أوكي تقبل التوحد شري تكلم هذا؟ هو عفواً هو فيلم ولا برنامج؟ هو فيلم وسعقي مدته خلينا نقول ثلث ساعة إلى نص ساعة يتكلم عن الطرابات التوحد شلون كل حالة تختلف فيما بينها ففي ناس مثلا عندها عن التوحد فكرة وحدة أنه طفل منعزل طفل ما يتواصل لفظيا ما يتكلم ما يتواصل مع غيره عدائي بعض المرات يعتقدون أنه هو طفل عدائي بعد نعم فحاولنا أن نسلط الضوء على الاختلافات فيما بينهم وشنو كل واحد يتميز عن الثاني سواء يتميز بتواصل الاجتماعي أو يتميز بشيء هو وايد يحبه وايد متعلق فيه يعني يؤدي على شلون خلينا قلت مثلا في وايد يحال يحبون التكنولوجيا يوايد يحال متميزين بالرياضيات متميزين بالرسم فركزنا على هذه المهارات اللي عندهم شلون هي تأثر عليهم بشكل إيجابي في المستقبل إن شاء الله وش كثير خدمت معك وقت؟ والله وايد وايد على المدة كثيرة يعني أنت قاعد تقول أنت سلساء على نص ساعة بس أكيد التحضيرات لها وأن أنت هل الموجودين بالفيلم كلهم أطفال طبعا مشاركين معنا تقريبا عشر أطفال منهم بنت وحدة غالبا كلهم صبيان فخذها تقريبا وايد على ما يمعنا الأهالي على ما صورنا بس إن شاء الله قريب ينزل الفيلم إن شاء الله أكثر شيء ضايقتك سادة ياسمين في المعتقدات الخاطئ بما يخص التوحد يعني خلاص يعني هذا لازم يوقف للمعتقدات الخاطئ وقع يتم تداوله لحد الحين بالنسبة طبعا في وايد معتقدات خاطئ ووايد خرافات قاعد تنتشر وللأسف إن في عديد من الأهالي وحتى الأخصائيين يشجعون هذه النقطة منها إن التلفزيون يسبب اضطراب التوحد حق ما يسبب؟ لا إحنا نشوف طفل التوحد عادة ينجذب حق الأشياء الروتينية فمثلا في التلفزيون شيء روتيني شيء متوقع برامج معينة دعايات معينة مثلا رسوم معينة تطلع بالفترة الزمنية المحددة فالطفل يحب الروتين طفل التوحد بالذات يحب الروتين يحب المثيرات البصرية لأنهم عموما يتعلمون من خلال النظر أكثر شيء فتلقينا ينجذب حق التلفزيون حق الشاشات عموما تلفزيون آيباد آيفون كل الشاشات فتلقينا لأن شيء يقدر يتوقع شنو رح يصير فيه فيجاب له بشكل كبير لكن طبعا كنصيحة للأهالي بصفة عامة أنه ما يخلون عيالهم أمام التلفزيون لفترة زمنية وايد طويلة والحين في ظاهرة وايد منتشرة أنا شوفها بالسوق وأكيد يمكن لاحظتها ياهل عمر أقل من سنتين مع التلفون والأم الدزة بالعربانة هي تتسوّد العيباد مسكين حتى أكبر مننا حتى أكبر من حجم الرأس وما أكبر كلامك ووايد ناس يقولون أن إذا الطفل تعرض للأيباد ليس فقط للأيباد تحت عمر السنتين هذا ممكن يعرضه للتوحد أهو لا هو اضطراب توحد ماي من التلفزيون أو من الآيبادات هو ممكن فعلا يؤثر على الطفل بشكل حيل سلبي أنه مثلا يأخر مهاراته الاجتماعية يأخر عنده التواصل مع الآخرين لأنه خلاص بتلقينا متعلق بهذا الشيء فممكن يعطيك صفات لكن هو مو سبب أن الطفل يكون عنده اضطراب التوحد هل ممكن أن نقول الأم اللي مثلا ما تظهر في بعض المعتقدات الخاطئة أو هذه من الأشياء أنا قلتش ياها سيدة ياسمين أنه يقول للأم اللي ما تظهر عاطفتها ما تحتضن لأبناء ما تبين حبهم له لهم ممكن أيضا يسبب نوعا ما لإنغلاق الطفل وأدي إلى التوحد هذه نظرية يسمونها رفريجيتر ماذر الأم الثلاجة يمكن نظرية بأيام الستينات خطية هذه النظرية لما سووا دراسة على أم ياب التوئم أثنينهم عاشوا بنفس الظروف البيئية فشافوا أن الأم قلت تعطي حنان حق هذا وقلت تعطي حنان حق هذا أو يعني نفس الظروف البيئية اللي عاشوها ففيه واحد طلع عنده توحد وواحد لا فخطية هذه النظرية وبعدين واحد أيتام الولده ما عندهم توحد فأكيد ما رح يكون هذا سبب من الأسباب يعني وبما يخص الآن بنتقل إلى موضوع آخر أن يقولونك أن في بعض ناس عندهم معتقدات أن الأم والأب إذا كانوا مصابين بالتوحد ممكن أيضا الطفل يولد في توحد طبعا هذا ممكن الشانس وايد كبير يكون أكبر بالضبع لأن خلينا نقول الحين بالدراسات اليديدة قاعد أتأكد أن التوحد من الجينات 360 جين تقريبا هو اللي متحكم في اضطراب طيف التوحد فممكن يكون الشانس وايد كبير أن يكون عندهم طفل توحد ممكن أثنين ما عندهم توحد ويبون صح لكن عادتنا الأهالي ممكن يكون عندهم صفات خلينا نقول شون احنا كلنا عموما عندنا صفات توحدية لكن الأهالي اللي عندهم أطفال توحد تكون عندهم الصفات بشكل حي الأكبر الأم أو الأب عندهم شيء متعلقين فيه مثلا حبهم حق تكنولوجيا أو حبهم حق الرياضيات أو مثلا تلقين دقة زيادة عن اللزوم مثلا منظمين بأمور معينة ففيه وائد صفات توحدية تكون عندهم أو عندهم مشاكل اجتماعية ممكن ما يحبون الاحتكاك بالناس وايد أو حتى لو احتكوا بالناس وايد أو احتكوا في محيط العمل تصادفهم مشاكل اجتماعية هل في درجات للتوحد هل ممكن نقول أن هذا الطفل أو هذا شخص يعاني من توحد بسيط وفيه توحد مثلا معقد أو أدفانس مثلا نعم في مائلد أوتزم وفي حالة تكون وائد شديدة في أطفال مع العمر يقدر يعتمد على روحه وفي أطفال التي تلقين خلاص يحتاج سبر طول عمره ففي تتفاوت الدرجات ما نعرف مثلا إذا الطفل ممكن بعد سن معين يقدر يعتمد على نفسه ومتى يتبين هل في إشارات أنه لا هذا رح يحتاج مساعدة وسبورت لباجي حياته طبعا كثر ما قدرنا أول شيء في البداية أول ما يتشخص الطفل كثر ما قدرنا نحط فيه حطينا كل البرامج حكي التدخل المبكر نقدر نأثر على حياته بشكل حيلي إيجابي بالمستقبل لكن في أطفال عندهم أكثر من إعاقة هو عنده إعاقة التوحد وعنده أشياء ثانية هم قاعد عوق أنه يتطور بشكل غير عن الطفل الذي عنده توحد خفيف فهني لا يحتاج سبورت بالمستقبل لأي حد ممكن دعنا أخذها مثلا قاعدة إذا نقدر نعممها وكيد نحن لا نقدر نعممها هل ممكن لكل مصابين التوحد أنه نوعا ما يقدرون يعتمدون على نفسهم في جانب معين من الحياة مثلا الأمور اليومية الروتيني اليومي أم لا في بعضهم لا لازم دائما الأم والأبو موجودين من ناحية مثلا العناية الصبح مثلا يقومون يفرشون أسنانهم يلبسون ملابسهم يعقلون بروحهم هو طبعا نس ما قلتي ما نقدر نعمم إلا أنه نس ما قلت إذا فيه إعاقة ثانية قاعد عوق هذا الطفل أنه يتلقى معلومة فرح تأثر عليه لكن خلينا نتكلم عن الحالات المتوسطة أو الخفيفة فإيه ممكن يعني مثلا وايد أطفال نلقاهم خلص تعلموا على الروتين العناية بالذات نعم روتينات وايد بحياتهم معينة لا تلقينها خلص اعتمد على روحها فيها لكن يظل خوف الأهل أكيد يظل خوف الأهل عليهم مثلا أعرف واحد لا وصل لمرحلة أنه يطلع بروحها يرد بروحها عادي بس ما زالت الأم تخاف علينا وهو مثلا يسوك سيارة يعني هذا أنا قدر رحنا يعني اللومهم أكيد على هذه المشاعة أكيد طبعا لكن الحلو أن نشوف يعني قعي طلهم بعض المساحة يعني خنقل حرية نوعا ما عشان يعتمدون عن نفسهم سيدة ياسمين إذا سمعت عن موضوع أنه كان في منتجة خاص لذوي الإعاقة وأنت أرد مؤسسة هذا يعني خنقل هذا المنتجة حرستي أن في البداية يكون في قسم للتوحد موجود في هذا المنتجة بالضبط أنا مدير عام مركز الفيصل يونيفيرسل وإحنا عندنا قسم خاص بالتوحد عندنا علاج وظيفي تعديل سلوك علاج نطقو لغة أو عندنا نادي استحدث ثيدي تحت أشرافي نادي وان توان رياضي المدرب مع الطفل اللي عنده توحد ما كثير ممكن يفيد لا وائد وائد يفيد لأن مثلا عندنا بعض الأطفال عندهم ما يعرف أجزاء جسمه فمن خلال الرياضة يتعلم على هالأمور في عندنا أطفال عندهم مشاكل في التوازن هم يطور عندهم هذه الشغلة وغير شدي جوانب النقصة اللي عند الطفل التوحد اللي هو تواصل الاجتماعي وتفعال الاجتماعي من خلال هذه الأنشطة تطور طفل التوحد بشكل حي الكبير بس حق الأطفال حق الأطفال وحتى حق البالغين يعني هم مفتوح حق مختلف الأعمار مختلف الأعمار موجودين وأيضا للنساء والرجال يعني للاثنين أي نعم أنا هم أعطي استشارات حق أولياء الأمور شلون تتعامل مع طفل التوحد فحق كل الأعمار عندنا اللي توم يكتشفون أو الحين في مرحلة التشخيص لحالة يعني ولدهم ولا بنتهم أي نعم يستشيرونك أو يسألونك أسئلة شنو أكثر الأسئلة اللي بيحكم أن أنت إحنا صدفناش في السابق أكيد أكيد سادة ياسمين وعرفنا الفترة هذه اللي أنت تم تشخيص فيها ولدتش لما تأكدتي وفي مرحلة اللي كانت الإنكار وكنت من أنت مقتنعة وكنت تابعين أكيد راح يتعالج وهو ما فيه للعافية هذه أكيد قاعدت تشوفينها من خلال آباء ومهات ثانين أنا أكثر سؤالين انسألتهم شنو مستقبل ولدي وسؤال الثاني متى راح يتشافه بالنسبة حق السؤال متى راح يتشافه هذا وايد صعب لأن احنا للأسف عندنا بعض الأخصائين بعض الديكاترا اللي غير مختصين في المجال قاموا يتكلمون عن الشفاء كنوع من التجارة فمثلا عندنا قاموا يتكلمون عن جلسات الأكسوجين وشلون أنها ممكن تشافي طفل التوحد أو عن الخلايا الجذعية فطبعا الأثنين لا هو التوحد موجود مع الطفل من بداية عمره وهو ما هو مرض عشان يكون عنده يتشافه منه لكن هذا الطفل ينتقل من حاله إلى حاله إلا إن شاء الله يوصل إلى أحسن حالاته فهذا واحد من الأسئلة اللي ينسألها سؤال الثاني شنو هو مستقبله احنا لأننا عندنا مشاكل في التعليم الأكاديمي حق طفل التوحد غير متوفر فتلقين وائد من عيالنا متفوقين أكاديميا لكن اجتماعيا شوي يعني يظل هذا الاضطراب موجود فتطل وائد سلوكيات عنده تحتاج عمر تحتاج وقت تحتاج إلى تعديل سلوك فالمدارس غير متاحة فتلقين أولياء الأمور وائد يقول لك أنا وين أريد أي مدرسة أوكي شنو رح يكمل لأن تدرين فصول الاحتياجات الخاصة ما لها شهادة أكاديمية ما يقدر يروح جامعة تالي أو ما يقدر يروح معاهد فدائما يكون مهني أكثر يعني يكون مهني واذا حاب يكمل؟ ما في أن يعني ما نشوفه مو متوفر بالكويت حاليا وحتى المدارس اللي متوفرة عفوا قطعتك حتى المدارس اللي متوفرة وايت شروطها صعبة يعني تلقين يكون آي كيو لفل معين اللي هو اختبار الذكاء تلقين بمجرد ما صار عند الطفل سلوكيات ما قدروا وهم يتحملونها مع أنهم مدارس احتياجات خاصة المفروض أن يكون عندهم مدرسين مؤهلين في تعديل السلوك يقولون لأ مثلا إحنا ممكن نطلع في نصف السنة أو نهاية السنة أو السنة الياية ما نستطيع أن نستقبلها ففيه وعيد شروط معقدة بالمدارس يعني نتمنى أنت بلشت في هذا الطريج يمكن من ولا شيء أنت ثقفت نفسك يمكن حاولت الآن توصلين لأكبر شريحة وحاولت تخدمين للعديد من أولياء الأمور وأيضا لكل من يعاني من الطراب التوحد طبعا نشكرت على هذا المجهود نتمنى كل التوفيق إن شاء الله تسلمين حقا الأستاذة ياسمين القلاف ناشطة في مجال التوحد وأيضا مؤسسة الملتقى أصدقاء ياسي ومديرة عامة لأحد المراكز الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة كان ضيفتنا في فقراتنا الأولى في هذه الحلقة اليوم نطلع فاصل ونرى